بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي محمد الذي أرسل للعالمين وعلى آله وصحبه ودريته ومن تبعه إلى يوم الدين أعزائي الطلبة السلام عليكم لقد سبق لنا وأن تطرقنا في الحصة الموجهة السابقة إلى الإطار المفاهيمي للمؤسسة الاقتصادية وتطرقنا إلى أهم التعاريف التي أسندت لمصطلح المؤسسة وخالصنا إلى نتيجة بأن المؤسسة عرفت على أنها الوحدة التي تجمع فيها وتنسق العناصر البشرية والمادية للنشاط الاقتصادي كما قلنا بأن المؤسسة هي الوحدة الاقتصادية التي تمارس النشاط الإنتاج والنشاط المتعلقة به من شراء وتخزين وتحويل وبيع وهذا سعيا منها لتحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها كذلك قلنا بأن مفهوم المؤسسة اعتمد على ثلاث محاور على أن المؤسسة بصفتها عون اقتصادي المؤسسة بصفتها كمنظمة اجتماعية والمؤسسة كنظام كذلك تطرقنا إلى أهم الخصائص التي تتبيز بها المؤسسات الاقتصادية وقلنا بأن المؤسسة كمركز للتحويل والمؤسسة كذلك مركز للتوزيع والمؤسسة مركز للقرارات الاقتصادية كذلك المؤسسة شبكة للمعلومات وكذلك أن المؤسسة مركز للمخاطرة كما تطرقنا إلى أهم المراحل الأساسية التي مرت بها المؤسسة الاقتصادية واستخلصنا بأن المؤسسة الاقتصادية تلعب دورا هاما في النشاط الاقتصادي وأنها لها أربعة أدوار تعتبر أساسية اتجاه عدة أدراف مختلفة داخل المؤسسة وخارجها قلنا بأن دورها اتجاه أصحاب الملكية يتمثل من خلال البحث المستمر والمتواصل من أجل تحسين مرضودية المؤسسة عن طريق تعديم الأرباح وكذلك الفائدة والمنتجات كما تطرقنا إلى دور المؤسسة الاقتصادية إلى اتجاه المستخدمين حيث يهدف هؤلاء للقيام بنشاط يبرز قدراتهم وكفاءاتهم وهذا يدخل في مجال المراقبة لضمان العمل كذلك يكمن دور المؤسسة اتجاه المستخدمين كما سبق وقلنا في الترقية الداخلية بالتدريج وزيادة الأجور إلى آخره كما تطرقنا إلى دور المؤسسة اتجاه المستهلك حيث برز هذا الدور من خلال قيامها بعملية الإنتاج تبقى لرغبات وحاجيات المستهلكين وتكمن دورها كذلك الاقتصاد في محاولة الموازنة بين شيئين رئيسيين المتمثلين في أهداف قيامها ومتطلبات كذلك المستهلكين كذلك ختمنا الحصة الموجهة السابقة بدور المؤسسة تجاه تكوين العمال وتدريبهم يتمثل هذا الدور في حقيقة الأمر في قيام المؤسسة بتربصات من أجل رفع كفاءة العمال وخبراتهم مما يجعله أو يساهم في عملية زيادة النشاط الذي ينعكسه على الإنتاجية كل يوم نتطرق إلى عنصر آخر والمتمثل في الأهداف الرئيسية للمؤسسة الاقتصادية أعزاء الطلبة نحن نعلم بأن الأهداف الرئيسية للمؤسسة الاقتصادية عرفت بتعارف متعددة ومختلفة لكن نوجز بعض التعارف التي تمثلت في أن الأهداف تعبر عن النتائج أو الغايات التي ترغب المؤسسة بلوغها حسب الكاتب سكوت يمكن تعريف الأهداف على أنها تصورات لنهاية مرغوبة وفق ظروف وحالات يسعى العاملون لتحقيقها من خلال آداء واجباتهم كما عرفها الكاتب بيرو على أنها تمثل المخرجات المحددة التي تضعها المؤسسة وتسعى لتحقيقها حيث تعتبر هذه الأهداف بمثابة بيانات عامة لما يجب أن تفعله المؤسسة إذن هناك العديد من الأهداف تسعى المؤسسات الاقتصادية الوصول إليها من خلال القيام بنشاطاتها سواء كانت عمومية أو خاصة مع اختلاف هذه الأهداف باختلاف نشاط المؤسسة ونوعها وحجمها ونلخص أهم هذه الأهداف في العناصر التالية أولاً نبدأ بالأهداف الاقتصادية تمثل أهم الأهداف الاقتصادية للمؤسسة فيما يلي أولاً تحقيق الربح ثانياً تحقيق متطلبات المجتمع ثالثاً عقلنة الإنتاج فيما يخص الهدف الاقتصاد الأول وهو تحقيق الربح يعتبر الربح من أهم المعايير الدلة على صحة المؤسسة اقتصادياً نظراً إلى حاجة المؤسسة للأموال من أجل تحقيق الاستمرارية في النشاط والنمو حيث أن تحقيق الربح يسمح بتوسيع نشاطات المؤسسة تجديد التكنولوجيات وتسديد الديون وطبعاً تختلف درجة الاهتمام بالأرباح بين المؤسسة العمومية والمؤسسة الخاصة الهدف الاقتصادي الثاني وهو تحقيق متطلبات المجتمع إن تحقيق المؤسسة للنتائج المسطرة يمر حتماً عبر بيع الإنتاج المادي أي السلع وتغطية تكاليفها فهي بذلك تحقيق طلبات المجتمع وعليه يمكن القول بأن المؤسسة الاقتصادية تحقيق هدفين في نفس الوقت تحقيق طلبات المجتمع وكذلك تحقيق الأرباح ننتقل إلى الهدف الاقتصادي الثالث يتم وهو عقلنة الإنتاج أي الاستخدام الأمثل لوسائل الإنتاج هنا يتم ذلك من خلال الاستعمال العقلاني لعوامل الإنتاج ورفع إنتاجها بواسطة التخطيط الجيد والدقيق للإنتاج والتوزيع بالإضافة إلى مراقبة عملية تنفيذ هذه الخطط والبرامج وهو ما يسمح بتحقيق رضى المستهلكين والأرباح وكذلك تدنية التكاليف وعكس ذلك يؤدي إلى إفلاس المؤسسة ننتقل ثانيا إلى الأهداف الاجتماعية تتمثل الأهداف الاجتماعية فيما يلي ضمان مستوى مقبول من الأجور مقابل مجهوداتهم وهو ما يسمح بتحسين مستوى معيشة العمال في ظل التطور السريع للمجتمعات مما جعل رغباتهم تتزايد باستمرار وبالتالي ما على المؤسسات إلا تحسين الإنتاج وكذلك توفي إمكانيات مالية ومادية أكثر فأكثر للعامل الهدف الاجتماعي الثاني وهو الدعوة إلى تنظيم وتماسك العمال من خلال علاقات مهنية واجتماعية بين الأشخاص رغم اختلافهم في المستوى العلمي الانتماء الاجتماعي والسياسي لأن ذلك هو السبيل الوحيد لضمان الحركية المستمرة للمؤسسة وتحقيق أهدافها أو بعبارة أخرى ترصيخ ثقافة المؤسسة لدى عمالها كذلك هدف آخر وهو توفير التأمينات والمرافق للعمال كالتأمين الصحي، التأمين ضد حوادث العمل، التقاعد فضلاً عن المرافق العامة مثل التعاونيات الاستهلاكية وننتقل إلى الأهداف الثقافية والرياضية تتمثل فيما يلي أولاً توفير الوسائل الترفيهية والثقافية التي تعمل على إفادة العمال وأبداء العمال كالمسارح، المكتبات، الرحلات إلى آخره لأن ذلك له الأثر البالغ على مستوى العامل الفكري والرضى والشعور باهتمام المؤسس به والعمل على تحسين مستواه وكفاءته من أجل مسايرة تطورات العصر الهدف الثاني تدريب العمال المبتدئين ورسكلة القدامى حيث أنه مع تطور وسائل الإنتاج السريع أصبح العديد من العمال لا يتحكمون في هذه التكنولوجيات بصفة جيدة وبالتالي فلابد من تدريبهم سواء العمال الجدد أو القدامى تدريبا كفيلا يمكنهم من التحكم الجيد في استعمال الوسائل الجديدة وهو ما يسمح بالرفع من مردودية المؤسسة كذلك هدف آخر وهو تخصيص أوقات للرياضة حيث تعمل العديد من المؤسسات الحديثة على اتباع طريقة في العمل تسمح للعامل بمزاولة نشاط رياضي في زمن محدد كاليابان فضلا على إقامة مهرجانات للرياضة العمالية مما يجعل العامل يحتفظ بصحة جيدة ويتخلص من الخمول إلى آخره ننتقل إلى الأهداف التكنولوجية هنا من خلال قيام المؤسسة بالبحث والتطوير وذلك بتوفير إدارة خاصة بعملية تطوير الوسائل والطرق الإنتاجية علميا حيث ترصد ترصد لها مبالغ كما يمكن تصنيف هذه الأهداف المتعلقة أو التي تريد المؤسسة الوصول إليها إلى أربع مجموعات رئيسية أولا الأهداف التوجيهية ثانيا الأهداف الأدائية ثالثا الأهداف الداخلية وأخيرا الأهداف الخارجية فيما يخص الأهداف التوجيهية تتمثل في قيادة السوق وكذلك الانتشار السوقي فيما يخص قيادة السوق وهنا يقاص بالوضع التنافسي أي درجة الإبداع وكذلك التقدم التقني أما فيما يخص الانتشار السوقي وهنا تقاص بعدد الأسواق وعدد الجماعات الاستهلاكية وعدد الصناعات وعدد البلدان إلى آخره ننتقل إلى الأهداف الأدائية وتتمثل في النمو أي توسع وكذلك الربحية فيما يخص النمو أو التوسع يقاص بعائدات المبيعات أو حجم الإنتاج هامش الربح إلى آخره أما فيما يخص الربحية تقاص بالعائد على رأس المال وهامش الربح على عائد البيع والعائد على أموال المساهمين ننتقل إلى الأهداف الداخلية تتمثل الأهداف الداخلية في الكفاءة وكذلك في شؤون العاملين فيما يخص الكفاءة تقاص بالمبيعات على مجموعة الموجودات أي دوران المخزونات فترة الاعتمال كذلك السيولة إلى آخره فيما يخص شؤون العاملين تقاص بعلاقات العاملين ومعنوياتهم وكذلك النمو الشخصي ومعدل راتب العمل إلى آخره أخيرا الأهداف الخارجية الأهداف الخارجية تتمثل في عنصرين في المسؤولية الاجتماعية وفي العلاقة بين السعر والربح فيما يخص المسؤولية الاجتماعية تقاص بسورة المؤسسة أي سمعة المؤسسة أما فيما يخص العلاقة بين السعر والربح هنا باستخدام الموارد أي النشاط العام للمؤسسة هذا فيما يخص الأهداف التي تسعى لتحقيقها المؤسسة اقتصادية في الأخير يمكن القول بأن هناك تباين بين آراء المفكرين فيما يتعلق بأهداف المؤسسة فمنهم من يرى بأن الهدف الوحيد للمؤسسة هو تعظيم الربح وهذا طبعا باختلاف النظام الاقتصاد السائد في البلد كما نجد بعض المؤسسات في حالات معينة تفضل البقاء على تحقيق الربح وذلك من أجل ضمان استمرارها كما أن الوقت الراهن وفي ذل ازدياد الاهتمام بالبيئة أو ما يسمى بالتنمية المستدامة فما على المؤسسة إلا وضع أهداف واضحة تبين اهتمامها بالبيئة وحمايتها لها بناء العلامة سبق يتحتم على المؤسسة وضع الأهداف أو الأولويات حسب إمكانيات المؤسسة الداخلية والعوامل البيئية المؤثرة عليها والعمل على تحقيقها تدريجي في الأخير أتمنى أن تكونوا سفتهم وشكرا على حسن الإسرائي والمتابعة أعزائي الطالرة ترجمة نانسي قنقر